اشتري كلب 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 علشان لو استحمينا هنتبل ولما نتبل هنقع ولما نقع ايدينا هتتكسر لما ايدينا هتتكسر مش هنقدر نقف ولما ما نعرفش النقف لازم حد يساعدنا ال machinery ساعدنا هيطلب فلوس واحنا مش معنا فلوس وعلشان مش معنا فلوس، مهنقدرش نريح للمستشفى ولما ما نرحش للمستشفى ايدينا مش هتخف فمنحاول نسلح ايدينا بنفسنا فإدينا الثانية تتكسر ولما إدينا الاثنين ينكسروا هنترى نستعمل رجلينا ولما نستعمل رجلينا هنبقى تعبانين قوي ولما نبقى تعبانين هننام ولما ننام هنقع من على السرير ولما نقع من على السرير رجلنا هتتكسر علشان كده مش لازم نستحمى ليه مش لازم نروح المدرسة لو رحنا المدرسة هنسحى بدري ولو سحينا بدري هنبقى تعبنين ولما نبقى تعبنين هننفل حسة ولما ننفل حسة مش هنفهم حاجة ولما ما نفهمش حاجة هنتعاقب ولما نتعاقب هتروح برضو البيت تتعاقب ومش هينفع نخرج من البيت ولما ما نخرجش من البيت مش هنعرف نقابل صحابنا ولما ما نعرفش نقابل صحابنا هتبقى وحيد ولما تبقى وحيد هتبقى حزين ولما تبقى حزين هتعيط ولما تعيط عينك هتوجعك ولما عينك توجعك هتروح للدكتور ولما تروح للدكتور هتحتاج فلوس كتير قوي وهتخلص كل فلوسك ولما تخلص فلوسك مش هنقدر نشتري أكل ولو ما فيش أكل هنبقى جعنين قوي ولما نبقى جعنين هنموت من الجوع علشان كده مش لازم نروح المدرسة بيبسي 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 كوكاكولا كوكاكولا كاكولا سبيترمين سبيترمين الرجل العنكبوت سوبرمين سوبرمين الرجل أبو شورت أزرق آيس كريم آيس كريم جيناتي ستروبري ستروبري فارولا نوتلا نوتلا شكرا تصايحة ليه مش لازم نلعب روبلكس لما ندخل نلعب روبلكس هندخل اللعبة نلاقي نفسنا نوب ولما نبقى نوب الناس هتتحك علينا ولما الناس تتحك علينا هنعيط ونعيط ونعيط ولما نعيط هنقول لي ماما عايزين روبكس روبكس؟ يعني ايه روبكس؟ فهنقول لها الروبكس محتاج فلوس عايزة فلوس؟ خدي فلوس ولما ماما تضربنا سننا هتتكسر ولما سننا هتتكسر هنروح المستشفى ولما نروح المستشفى الدكتور هيدينا حقنا ولما ناخد حقنا هنعيط ونعيط ونعيط ولما نعيط ماما هتضربنا تاني علشان كده مش لازم نلعب روبكس لو سمحت ممكن حاجة ساقة؟ كولا ولا بيبسي؟ بيبسي دايت ولا عادي؟ عادي ازازة ولا كان؟ ازازة نص ولا لتر؟ خلاص خلاص جيبلي مية عادية ولا معدنية؟ معدنية ساقة ولا سخنة؟ انه اضربك بالشاكوش شعرك منكوش انت حيوان واذا ولا بطة؟ امشي من قدامي تلوقتي ولا كمان شوية؟ حالا هتجي معايا ولا لأ؟ انها موتت بسكيني ولا المسدس؟ بالمسدس في دماغي ولا بطني؟ انت فعلا حشرة سرسولي ولا دبانة؟ اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اتموتني. امي يا توتي سمكة القرش بتجري ورانا. هتلي تحينة مع سمكة القرش. جايوا في ايدي الرضعاء علشان اغدي النونة. اعمل لي فازلوكا. مام بالرب بفلوشكشكا. اجيب وتجن واسيب سكسوكا. وعمل الدنيا كما تقول سوكا. كيف كده؟ كيف كده؟ ولا هقوله هنمشي. يا ساتر يا رب. الاحلام الغريبة دي. ماما انا عايزة قولك على حاجة بس ما تقوليش لحد. لا ما تقولش. يا ماما انا مش بهزر. يا ابني انت عمرك قلتلي حاجة وانا قلتها لحد. يا ماما انا مفيش حاجة قلتها لك غير لما كل الشرع عارف. طيب امي لقيه مالك. ايبا صح عندك حق. انا فيه واحدة اسمها فريدة عاوزة تجوزها. ماشي يا حبيبي. اهم حاجة ما تقولش لحد. ازايك يا تيتا. ازايك يا حبيبي. الجزم اللي انت لابسها دي فريدة بالنوع. كده يبقى ماما قلتلك. ماشي يا ماما. ولقيته بقى بيقوللي عايزة يتجوز واحدة اسمها فريدة. فريدة دي بقى سكنة في مصر الجديدة شرع الملغني عمارة رقم 6. دور الأول شق رقم 3. رقم المومبايل بتاعها 0.10. ايه دا يا ماما؟. طب اقفل انت دلوقتي عشان الواد بتاع فريدة جه. ده اللي انت مش هتقولي لحد يا ماما؟. انا ما قلتش اي حاجة. ماما ماما أنا نجحت وجبت 95% إيه 95% وفين الخمسة في المية اللي نقصين دول فين الخمسة في المية ماما أنت بتوقع اللي أنا أجيب 100% ده مستحيل يا ماما تانا لما كنت في سنك كنت بكيب 100% على طول كانوا بيعودوا يقولوا علي يا اللي جايبه 100% ده أنا كنت بشرح للمدرسين أنت أجيب بتغذر يا ماما يعني أنت مش مصدقاني؟ يعني أنا كتابة؟ جده عايز أسألك سؤال سيب التليفون يا بنت هي ماما كانت شطرة وهي صغيرة مامتك دي كانت فشلة دي كانت كل المدرسين بيدربوها إيه كمان يا جده؟ ما تقول لهاش حاجة يا بابا وعمرها ما جابت الدرجة النهائية في حياتها شكراً قوية جده آه صح كنت بتقولي إيه يا ماما؟ كنت بقولك شطورة يا حبيبتي أنا فخورة بيكي النهاردة أنا أتعلم إزاي نكتب جواب بالإنجليزي بس أنا يا مصدر أعرف كل الإنجليزي حتى بص خلاص اكتبي جواب الإنجليزي ونكتب جواب لي يا مصدر ما احنا عندنا الفيك بص فيك بص؟ اسمه الفيسبوك يلا اعتبي نفسك بتكتبي جواب لجدتك واكتب لها جواب ليه ما هي عايشة معانا طيب اكتبي لعمتك أنا لعجلة الجديدة بتاعتك إيه ده؟ هو أنا جاي لعجلة جديدة؟ شكراً قوي يا مصدر لا مش هجيب لك عجلة جديدة اكتبي جواب لأي حد وخلاص دير ماي مصدر هلو and welcome and good morning and goodbye you are very dog in English and I love you علي هسألك سؤال سهل قوي طبعاً يا مصدر انا اسكى واحد في العالم لو اديتك قطتين وقطتين وقطتين يبقى معك كم قطة؟ طبعاً سبعة ركز يا علي لو اديتك قطتين وكمان قطتين وكمان قطتين يبقى معك كم قطة؟ وانا قلتلك يا ريس يبقى معي سبعة طيب هسألها لك بطريقة مختلفة لو اديتك تفحتين وكمان تفحتين وكمان تفحتين يبقى معك كم تفاحة؟ طبعاً ستة طيب هسألك تاني بقى لو اديتك قطتين وكمان قطتين وكمان قطتين يبقى معك كم قطة؟ نعم قلتلك سبعة ايه فهمني ازاي دور يبقوا سبعة أطط علشان انا مربدي أططة في البيت ايه امشان امشان انت مش شايفاني بلعب انت عايزة ايه أنا بس كنت عايزة أقول لك حاجة برافو ده الوقت المناسب قولي أنت عايزة إيه أنت عارفة يا ماما أننا ممكن أن ممكن ممكن نبقى أن احنا ممكن أن احنا ممكن ونبقى 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 إخلاص يقولي عايزة إيه تعرف يا ماما اللي احنا ممكن نعمل حمام في أي مكان أنت عملت حمام فين في الكتش بتاك الجديد تحبت شوفيها لا أيها يا بابا معرفش يا بابا استنى هسأل ماما ماما هي جدتي فين جدتك راحت جدتي راحت عند ربنا يا بابا الله يرحمها أنت بتقول إيه جدتك راحت بيتها أيها يا بابا هي في بيتها في الجنة عند ربنا أنت بتقول إيه هي بس مش موجودة هنا أيها يا بابا هي مش هنا مش هنشوفها تاني يا بني جدتك عايشة أيها يا بابا جدتي عايشة في قلوبنا ولد هات التليفون ده أيها يا بابا ماما عايزك خليك كوي هي دلوقتي في مكان أحسن أنت بتقول إيه يا بني أنت عارف جدتك فين ربنا يرحمها كانت ستة كويسة هي لسه كويسة ربنا يرحمها سلام يا بابا قلتلك جدتك عايشة الله يرحمها ويرحمني عايزة شاي وأهوة ونسكة في فل وقعمية وفرخ باني محشد رمرو معالاتي وما تنساش حتت في لي أما الحلوة مموعة لي وكريم خرامل معاجي لي تبقوا لي تاني عشانة مسح شاي وأهوة ونسكة في فل وقعمية وفرخ باني محشد رمرو معالاتي وما تنساش حتت في لي أما الحلوة مموعة لي وكريم كراميل معاه جيلي وان حساب ألفين جينيه يلا معاه السلامة بي ميس ميس عايزة اسألك سؤال خير يا علي فيه ايه هو ينفع الواحد يتعاقب على حاجة ما عملهاش لا طبعا ما ينفعش طب انا ما عملتش الواجب علي ماما ما بتسكرش ليه واساكن ليه لو انت سكرت هتنجح في حياتك وبعدين هتبقى غني وبعدين هتشتري بيوت وعربيات وبعدين بعدها هترتاح طب ما انا مرتاح دلوقتي يا خطي علي ماما المدلس بتاعك كلمني دلوقتي وقال لي انك في امتحان الشفوي مرتتش تردت على ولا سؤال وعملت نفسك أخرص انت عملت كده ليه مش انت قلتلي يا ماما ان الصمت لغة العظماء يا خطي علي ماما هسألك سؤال ادخل كلمة سكر في جملة مفيدة سهلة الجملة هي انا بحب قشب شاي طيب فين السكر السكر في الشاي يا ماما لا اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه يا ماما وانتي جاية تدرابيني هاتي لماية معاك